طيب دكتور يوسف يعني هناك أمر لافت للنظر متعلق بعلاقة السويد بالمسلمين حتى المسلمين المتواجدين بداخلها رأينا خطف الأطفال المسلمين في السويد وحتى رأينا الأمهات والأباء يعني يظهرون في كثير من المقاطع على السوشيال ميديا يبكون بل إنه البعض ناشد رئيس تركي رجب طيب أردوغان باعتباره حاكم لدولة مسلمة قوية بالتدخل في هذا الأمر هل يمكن لتركيا أن تتبنى مثل هذه القضية؟ سيدي أعانى الله الرئيس كان الله في عون الرئيس أردوغان يعني المشكلة الأساسية قلناها مرارا بأن الذي يذهب إلى الغرب ربما لم يعمل حساباته بشكل جيد وقلنا للجميع مرارا وتكرارا لا فائدة في الغرب لا تتوقع أنهم سيكون هناك حمائم سلام العنصرية هي ديدنهم والتمييز والحقد ضد الدين الإسلامي واضح العيان والتفرقة وهم يريدون الجيل الجديد يريدون الأبناء والبنات والأولاد من صلب الإسلاميين ليتربوا على معتقداتهم وبالتالي كل شيء متوقع يعني أنت الآن تقول لي بأن هناك يتم خطف الأطفال ويتم خطف هؤلاء وهناك بالعكس يعطوهم دروس في المدارس بأن يشتكوا على أهاليهم ليس خطف خطف العقول يعني أن يصبح الأب والأم فاقد السيطرة على ابنه وعلى بنته من مجرد أن يقوم يقدم شكوى لمدير المدرسة الذي يدرس به الطفل فتأتي الشرطة وتأخذ برضى الطفل وليس خطف وبالتالي أو كتاب التعاهد ماذا بقي من الأسرة إذا لم كان هكذا القانون يطبق على الأسر المسلمة في تلك المدرسة ترجمة نانسي قنقر